على صعودها طالبت حركة حماس الوسطاء بتقديم خطة تعتمد على المحادثات السابقة بدلا من الدخول في مفاوضات جديدة للتوصل لاتفاق حول وقف اطلاق النار في قطاع غزة حماس دعت في بيان لها الوسطاء لتقديم خطة لتنفيذ ما تم عرضه عليها وتمت الموافقة عليه بتاريخ الثاني من يوليو المنصر هذا وكان قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر قد دعوا لسبوع الماضي إسرائيل وحماس إلى الاجتماع لإجراء مفاوضات في الخامس عشر من أغسطس الجاري لوضع اللمسات النهائية على اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين